أهلاً وسهلاً بكل المغاربة نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وليبعد لنا الوباء والبلاء بالنسبة لوزير الصحة خاليد أي الطالب اللي كان ضيف على النشرة الإخبارية بالقناة الأولى قال أن جواز التلقيح هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا يهدف إلى حماية الفضاءات التي يلج إليها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة وخلال هذا اللقاء صرح الوزير وزير الصحة إلى علم عموم المغاربة أن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة وأضاف أن جواز التلقيح حالياً يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة والتي يجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية كما أكد أنه إذا فات وقت الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها فإن جواز التلقيح سيصبح غير صالح نتمنى أن نكون فسكم بهذا الخبر والله يبعد لنا هذا الوباء شكراً وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر